بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يعيش الإنسان حياته ويعيش الإنسان دنياه ويمر العمر لكن كيف عاش الإنسان حياته ودنياه وعمره هذا هو التساؤل الذي لا بد وأن يسأل كل واحد نفسه هذا السؤال لأننا سنسأل أمام الله تعالى عن عمرنا عن أوقاتنا عن لحظاتنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون إذا ما الواجب علينا الواجب علينا أن لا نعيش عيشة وحياة الفراغ هذا الفراغ الذي هو عدو للإنسان عدو لدود وإنما ينبغي أن نشغل أوقاتنا ينبغي أن نشغل حياتنا بالنافع بالأعمال الصالحة بالعمل النافع الذي يعود علينا بكل خير وعلى مجتمعاتنا بكل نفع ولذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت في القرآن قال ربنا والفجر قال ربنا والضحى قال ربنا والعصر قال ربنا والليل إذا يغشى قال ربنا والشمس وضحاها إلى غير ذلك من قسم مولانا سبحانه وتعالى بالوقت في القرآن لماذا؟ لأهميته ومن هنا أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنسأل عن أعمارنا عن شبابنا أليس الشباب جزءا من العمر؟ نعم الشباب جزء من العمر لكن أكد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المرحلة لأهميتها لخطورتها لأنه ينبغي وأن تشاب أن تعمل وأن تجد وأن تجتهد لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه نعم قال سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ماذا قدمت في هذا اليوم؟ ماذا قدمت في هذا الأسبوع؟ بل ماذا قدمت في هذا الشهر؟ ماذا قدمت في العام؟ انتهى عام ونحن الآن في عام جديد ماذا قدمت في العام الذي مضى؟ وماذا سأقدم في هذا العام؟ أحبتي ما من أحد يموت إلا وندم كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا وندم قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع إن كان متقنا لأعماله إن كان طائعا يا ليتني ازددت من الطاعات يا ليتني قدمت للمجتمع نافعا وإن كان مسيئا يا ليتني لم أتعامل بالرشاوة يا ليتني لم أكو مفسدا في حياتي نعم تساؤلات وأماني ولذلك سيدنا الإمام الحسن البصري يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وملك ينادي أو ينادي المنادي أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني أو فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أحبة الأكارم إن الوقت الذي يمر علينا هكذا هباء هو من أعمارنا هو من حياتنا التي سنسأل عنها وعليها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الملاحظ أن الوقت يمر بسرعة وأن العام يمر بسرعة وعمرك لا يقف يمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة أي كالأسبوع وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة يعني كالجريد اليابس الذي يشتعل بسرعة الملاحظ أن الأوقات والأعمار وأن السنين تمر بسرعة فماذا قدمنا يقول مولانا فإذا فراغت فانصب إذا انتهيت من عمل اشتغل بعمل آخر إذا انتهيت من طاعة تلبس بطاعة أخرى لا تترك الفراغ يسيطر عليك لا تترك الفراغ يسيطر عليك لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل أسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يجعل أيامنا كلها طاعة أيامنا كلها عبادة أيامنا كلها ذكرا له سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله